بسم الله الرحمن الرحيم إذا انتابعوا معي الأمثلة الثالية. راسام مراكب مساء مال راسام مراكب مساء مال الكلمة الاولى. يعني عليها الفتحة. حركة الفتحة. نقرأها وننطقها. را في هذه الكلمة ممدودة بالالف. نقرأها. را. را. اذا هناك فرق بين را. ورا. يوجد فرق في ماذا? في زمان النطق. في زمان الصوت. يعني را. نطق قصير. را. نطق طويل. هنا زيادة في الصوت. هنا حركة قصيرة وهنا مد بالالف. اذا هناك فرق بين نطق الحرف مع الحركة القصيرة وبين نطق الحرف ممدود. يعني اذا سمعت الكلمة سمعا صحيحا اميز بين الحركة القصيرة والمد. فانني في الاملاء ساكتب الكلمة كتابة صحيحة. را. ليست هي را. اذا هنا زيادة في الالف يعني زيادة في الصوت النطق. مساء هنا السين سا. عليها حركة الفتح. سا. هنا السين ممدودة بالالف. سا. سا. يعني هناك فرق بين سا وسا. فرق يعني بين زمن النطق. هنا حركة قصيرة وهنا مد. اذا الحركة القصيرة يعني الفتحة ضم الكسرة سميت بالحركات القصيرة لان زمن نطقها قصير. والمدود سواء المد بالالف او المد بالوا او المد بالياء سميت المدود لان فيها امتداد للصوت. فيها زيادة واطالة للصوت. مال مال الميم مفتوحة. هنا الميم ممدودة بالالف. ما 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 هناك فرق واضح بين النطق بما والنطق بما. كتب ركوع موتون قبول كتب ركوع موتون قبول كتب هذه الكلمات تتكور من ثلاثة احرف الكيف يعني عليه على او حركة الضم يعني مضموم. حركة قصيرة. كو. كو. ركوع هنا الكاف ممدود بالواو. كو. كو. اذا هناك فرق بين النطق بالكاف مع الحركة القصيرة الضم. كو. وبين النطق بالكاف ممدود بالواو. كو. 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 التاء مضمومة. عليها حركة الضم. هنا التاء ممدودة بالواو. تو 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 تو. اذا هناك فرق بين التاء مع الضم وهنا وبين التاء الممدودة بالواو. قابول هنا الباء ممدودة بالواو. اذا ننطق الباء مع الضم فقط. بو. 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 اذا هناك فرق واضح بين نطق الباء مع الضم وبين نطق الباء ممدودة بالواو. اذا في المد دائما هناك زيادة في صوت زيادة في يعني في زيادة في صوت النطقي بالحرف. جبال جيل منبه رموز. جبال جيل منبه رموز. في هذه الكلمة هناك اه حرف الجيم ممدود بالياء. حرف الجيم مكسور. يعني اه تحته كسرة. جي. 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 هناك فرق بين الحركة القصيرة وبين المد بالياء. يعني المد بالياء. هو امتداد للكسرة. نعم. كما الواو امتداد للضم والالف امتداد للفتح. منبه ليس فيها مد هنا الميم ضم حركة قصيرة مؤنون مفتوحة هنا الباء مشددة ومكسورة بي. وهنا الهاء مع التنوين. هنا رموز هنا الميم ممدودة بالواو. يعني الميم. اذا نطقنا الميم مع الدم مو. واذا نطقناها ممدودة بالواو. مو مو مو. هناك فرق بين نطقها مع الحركة القصيرة وبين نطقها مع المد. ربيع. رديع. خريف. فيل. ربيع. رديع. خريف. فيل. ربيع. هنا الباء ممدودة بي. الياء. اذا قرأنا الباء مكسورة بي. واذا نطقناها ممدودة بالياء بي. 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 هناك فرق واضح بين نطق الباء مكسورة وبين نطقها ممدودة بي. يعني هناك زيادة في الصوت في المدود. رديع كذلك نفس الشيء. ضاد ننطقها مكسورة ضي. ضي. وننطقها ممدودة بالياء ضي. ضي. يعني هناك فرق بين يعني نطق الحرف مع الحركة القصيرة وبين النطق بالحرف ممدود. هنا ممدود بالياء. يعني هناك فرق بين ضي. وضي يعني هناك مد. يعني المد زائد يعني الحركة القصيرة. خريف هنا الراء ممدودة بالياء. اذا نطقنا الراء مع الحركة القصيرة التي هي الكسرة. ري. ري. واذا نطقناها ممدودة بالياء. ري. ري. اذا النطق بري ليس هو ري. في لون. في لون. هنا الفاء. اذا نطقناها مع الحركة القصيرة في. واذا نطقناها ممدودة في. 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 اذا هناك فرق بين النطق بالحرف مع الحركة القصيرة. وبين نطقه مع المد. سواء كان مدا بالياء او مدا بالواب او مدا بالالف. اذا خلاصة القول. ان الحركات القصيرة هي الفتحة ضم الكسرة. سميت بالقصيرة لان زمن نطقها قصير. المدود ثلاثة انواع. مد بالالف مد بالواب مد بالياء. سميت بالمدود لان فيها امتداد للصوت زيادة واطالة في صوت النطق بالحرف. اذا اذا اردنا ان نتمكن من كتابة الكلمات كتابة صحيحة. علينا ان نطقن السم. ان نستمع. يعني للكلمات. يعني بطريقة صحيحة. لكي اتمكن من التفريق بين الحركات القصيرة والمضود. يعني الحروف. التي عليها حركات قصيرة والحروف الممدودة. وكذلك علي بالقراءة. علي بالقراءة لاتدرب على قراءة. الحروف التي عليها حركات قصيرة والحروف التي يعني ممدودة لكي اتمكن من التفريق بين الحرف الذي عليه حركة قصيرة وبين الحرف الممدود. والى هنا نكون قد انهينا درسنا هذا والى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.